السلام عليكم ورحمة الله في هذا الدرس سوف نشرح كيف نكون أكثر من صفحة في الموقع وكيف ننتقل من صفحة إلى أخرى وكيف نحمل بيانات من صفحة إلى أخرى إذن لنبدأ في البداية ونكون لنا 2script الأولى اسمها اللي تكون أعمل لها save وأسميها هاي الصفحة الرئيسية main.php وهذه أعطيها snapshot هذه التمبلت الفارغة الخاصة بالHTML أين هي المين؟ هذه المين أعطيها HTML تيادية وأعطيها header h1 وأقول لها welcome to main page وأكون لي ملف جديد أيضا آخر طبعا بني أنسخها وأكون لي file جديد وأعمل لها save وأسمي contact.php وأعطي نفس السكرت وأقول لها welcome to contact page الآن لدي صفحتين اعتيادية لو أريد أن أنتقل من صفحة إلى أخرى أذهب هنا وجد ضغطة main dot html dot php يقول لي welcome to main page ضغطة contact يقول لي المفروض welcome to contact page الآن أنا أريد من صفحة المين يوجد زر ينقل إلى صفحة الـ contact أين هي المين؟ هذه المين نحن في الـ html كيف أنتقل من صفحة إلى أخرى؟ كيف أنتقل؟ أكتب أي؟ وأعطي عنوان الصفحة ما هي اسم الصفحة؟ الآن الصفحة هي contact contact بهذا الشكل dot php الآن هذا الزر ينقل إلى صفحة الـ contact فقط أعطي عنوان أقول لي contact as اتصد بنا إذن الآن لو أذهب هنا سوف أضع لي الزر هيك مفاعل عندما أضغط عليه الـ code حولها url لما أضع عليه نقل إلى صفحة الـ contact نقل إلى صفحة الـ contact انظر هنا صفحة الـ contact أعود زر بسيطة هذه حتى أحسن الشكل من هنا عسي المثال أيضا هذا بدلا أن يظهر كناص يظهر كsecret php أنتحكم به عن طريق الكود أوكي هنا أعرف لي متغير php اعتيادي و أعرف لي متغير أسمي أسمي لي أكون عسي المثال url text و أسمي hcontact as وهي فقط للتحسين الشكل variable اعتيادي فقط حتى نتعلم كيف نستخدم داخل HTML هذا HTML أيضا بدلا بphp أوكي php كيف نكتبه مثل ما نكتب php اعتيادي و أقول له إيكو أطبع لي إيش أطبع لي اسم المتغير php اعتيادي يجد فيها أي شيء مجرد أنه أقول له عندما تطبع الر النص الخاص بالurl أقرأ من داخل ملف php سوف يلحظ هنا يرى هذا الناس يقرأ ونفس الكود ونفس الأمور لجل الشيء جديد انظر contact glass لكن فقط حتى نفهم كيف نتلعب بالأمور في كثير من الصفحات أو في كثير من المواقع أحتاج أن أمر بيانات من صفحة إلى أخرى عندما أنتقل منه إلى هذه الصفحة أنقل بيانات أشخاص في ال php حتى أنقل صفحة بيانات من صفحة إلى أخرى وفي كل مواقع الويب أضع علامة استفهم ثم أمر المتغيرات كيف أمر المتغير؟ اسم المتغير يساوينا قيمته يعني id يساوينا واحد إذا أمر أكثر المتغير and name يساوينا حسين بهذا الشكل يعني فقط and 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 الآن أمر فر فقط id 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 ساوينا واحد أوكي الآن لو ذهبت هنا أعمل refresh للصفحة عود باك أعمل refresh أضغط على ال contact نقلنا صفحة ال contact لكن هنا حامل معه id ساوينا واحد أوكي الآن لو جئت هنا غيرت ال id مثال 100 110 المفروضة الآن عندما أعمل refresh للصفحة الميم أقل ال contact ينقل مع ال id 110 الآن في هذه الصفحة كيف أقرأ ال id ال id url لكن أنا عندما استلم السيرفر يستلم بطريق دالة اسمها gate في ال php يوجد دالة اسمها gate تقرأ كل شيء ذهب gate إلى السيرفر إذن أذهب إلى ال contact وأعرف لي فد php secret اعتيادية وهذه ال php كل الذي يفعل فيها أقولها print اطبع لي إيش print print r اطبع لي ال gate فال gate كيف أكتبها ال gate أكتب علام underscore gate كلها capital بهذا الشكل البسيط لكن أكيد أنا أطبعهم ليس فقط print r اطبع إيكو حتى يرون العالم لماذا إيكو إيكو حتى يرثر بالشاشة print r لأنه لقيت هذه عبارة عن array مجموعة بيانات في داخلها فأستخدم print array فprint array اللي لقيت تحتوي على جميع بيانات المررة بال variable فيعرض لياها أوكي أعود باك مفوض الآن عندما أضغط هنا نقلني إلى هذه الصفحة حامل id 110 وقال لي أوكي عندك array فيها item واحد اسمها id القيمة الخاصة بيها 110 جيد أريد هذا الـ item بدل ما أعرضه بهذه الطريقة أريد أعرضها بشكل اسلوب متغير فأقول لي أوكي أقول لي إيكو اطبع لي الـ get للـ الـ 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 افتح قوس ثم أقول لي id مثل ما اتفقنا على الأرى كيف نتعامل معه وحتى أكون أكثر وضعيتي أكثر ترتيب أقول لك هنا id نقطتين افتح قوس php ثم أطبع ثم ألقى القوس شيء أكثر ترتيب يعني لي وحده حتى أعرض لك الـ id لوحده أوكي الآن وأضعي قبله slash br حتى لا يضارب شخص مع شخص آخر أوكي انظر قال لي الـ id هو 110 110 أعرض لي لي وحده ما لو أردت أن أمر أكثر من قيمة يعني أذهب إيش أذهب إلى صفحات المين وأحتاج أن أمر أكثر يعني أمر الـ name أمر الـ name يساوي النحسين أوكي الـ name يساوي النحسين الآن لو جيت عدت في الـ contact المنتران ضغطت مرر لي الـ id هذا الرقمه والـ name يساوي النحسين هذه الـ array فيها 2-item id يساوي 110 والـ name يساوي النحسين لكن فقط قرأت الـ id حتى أقرأ الـ name نفس العملية أذهب إلى الـ contact ماذا أقفعت حتى أقرأ الـ id كتبت هذا الكود أخذ الكود كله أنزله هنا وأضعه هنا name وأقول لي أجيب لي الـ name الموجود وأعرض لي أوكي شي رائع أعود مرة أخرى أعمران الـ name 110 الـ id 110 الـ name حسين أعود أمره متغير ثالث كل الذي أفعله أذهب من جديد إلى الـ name أمره متغير أقول لي أنت ما هو اسم المتغيرة يكون الـ age كم يساوينا 27 أعود إلى صفحة الـ contact أريد أقرأ الـ age أوكي أعرفه بهذا الشكل أقول لي أنا سوف أخذ الـ age إذن دالة الـ get هي تحمل كل التفاصيل الممررة بالـ query إذن الآن أضعه contact name id 110 name حسين h لم يعطينا أي شيء لماذا لم يعطينا أي شيء؟ السبب أنه أنا في الصفحة أنا أعمل لها refresh نجب أن أفعل لهذه الصفحة refresh حتى يمرر الـ id أيضا أوكي؟ أمرر الـ id أيضا أي 27 الآن واضحة العملية إذن في هذا الدرس أرد أن أوضح لك كيف تكون أكثر من الصفحة كيف تنقل بيانات من صفحة إلى صفحة أخرى وكيف تقرأها حتى هذا الدرس أقول لك شكرا لحسين المتابعة و لا تنسى أن تعمل like share subscribe شكرا لك